وحول التقرير الذي أصدره قسم حقوق الإنسان بهيئة علماء المسلمين في العراق حول ظاهرة انتشار المخدرات في العراق ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان مسؤول قسم حقوق الإنسان في الهيئة دكتور أيمن العاني حياكم الله دكتور أيمن دكتور أيمن هل تسمعوني؟ لا أسمعوني دكتور أيمن يعني ظاهرة انتشار المخدرات باتت تؤرق كل مخلص في العراق لما لها من أضرار صحية واقتصادية ومجتمعية أيضا كيف أثرت المخدرات على المجتمع العراقي؟ كريم المخدرات ومخدرات أتاها أساها المسلمية كثيرة حقيقة بدأ من تفشي الجرائم وتصاعد أعمالها طورا بالتحقق الوسري والمشاكل المتقادية ارتفاع معدلات الطلاق وانتصاد مستوى الوعي على مستوى الفرد المجتمع يزاد على ذلك ضياع مستقبل الجيال كثيرة وأضرار صلبية كثيرة للمخدرات هو أدت حقيقة إلى المحلاء الأخلاقي ومجتمع المجتمع هذا كله وآثار كثيرة الحقيقة يعني نحن طويلا حتى هو واحد يسردها بشكل صريح نعم دكتور أيمن يعني كما تعلم العراق كان شبه خال من المخدرات قبل عام 2003 ولكن ما هي الأسباب التي تقف وراء انتشار المخدرات حتى باتت ظاهرة أرق المجتمع الآن كريم ما شك أن الغزو الأمريكي والاحتلال وما أعقبهما من ظهور الميليشيات وتفشي فروبا وغياب القانون وحل الجيش والأجهزة الأمنية كل هذا طبعا يعني جعل الحدود مفتوحة عمام الإصابات والاحتلال وبعد أن كان العراق شبه خال اليوم هو ممار كبير من المخدرات إلى دول الجواء طبلا عن أنه أصبح مستعبكا بهذه المعادة القاتلة بالمجتمع والمضرة جدا على الصورة هل يمكن الربط بين الفساد الحكومي المتجذر وضعف النظام الأمني أيضا وتنامي ظاهرة المخدرات برأيك الفساد أخي الفاسدون هم متورطون بهذا الموضوع نحن نسأل التربح ويعني فعلا جنابك وكاعدهم أنه مغضا من المخدرات هي من غابة تمويل الميليشيات التي تشكل الحكومات والتي أصبحت تسيطر على الأجهزة الأمنية بعد شكلتها وإستستها بعد الاحتضال وهذا كله طبعا أمر منهج وهنا المنهجية في ضعف الجانب الآخرين في تستمر هذه المشكلة وتكفاقم وهذا الذي يجري حقيقة هو كنفيز جاري لهذا التعديد الكبير الذي يهدد المجتمع دكتور أيمن يعني لماذا الرابط بين انتشار المخدرات والمحافظات الجنوبية المرتبطة بمنافذ حدودية مع إيران أخي الكريم يعني هذا بشهادات حتى الجزر المنية وبعض الاجهات المحنية معظم المخدرات التي تدخل إلى العراق بلها إيران والمشكلة أيضا بالإضافة إلى أنه المعابر مفتوحة همالك معابر غير رسمية يجري استخدامها قبل العصابات هذه المسؤولة عن حركة الاجهات وإضافة إلى ذلك كل يعني المسؤولة هنا إخدام العراق كمنافذ لدول أخرى ودول أبعاد حتى من ذلك حتى من دول المنطقة ودول أبعاد من ذلك أيضا دكتور يعني إلى أي مدى ترى أن هناك أهدافا حقيقية وراء تراخي الجهات الأمنية والحكومية في مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة الجهات الأمنية أخي هي متوارقة بهذا الموضوع يعني جولة بطيطة في طلب بغداد في منطقة غفة بغداد قرب يعني في ساحة قرب ساحة يعني في منطقة البتاوين وغيرها تجد هي أوكار لتحرصها الأجزة الأمنية وهذا يعني ليس سرا هذا معروف فضلا عن الأماكن الأخرى التي يسيرها الحزب الخلاني والميليشيا الخلانية وكذا هذا كله الحقيقة يسبب حاله يعني من عدم الجدية تعامل مع الموضوع يعني هناك الضباط يستكون طبعا لا شك أنه يوجد الضباط مزيغون يريدون أن يعملوا لكن هؤلاء قلة قليلة وتضييق عليهم شديد وبغود كثيرة وتهديثات في القتل يعني حتى أنه في سابق الأشهر السابقة حالات كثيرة يتم إلقاء القضب على التجار المخدرات لكن بالنتيجة هذا الشخص الذي قام بإلقاء القضب تجده ينقل إلى مكان بعيد جدا وينفى فإنما من البلد ويعني في المدينة التي يعمل فيها وهذا هو الحال حقيقة وهذا هو أيضا سبب من أسباب التراحي في مواجهة لأنه لا توجد عادة سياسية حقيقية تريد أن تنضيف البلد من هذه المخلفات الخطيرة حقيقة للاحتجال نعم إذن كنت ضيفا عبر الهاتف من عمان مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور أيمن العاني شكرا جزيلا لك